طبعا فيه طلاب كتير أو يخلصوا امتحانات الترم الأول وبيقضوا أجازة نص السنة وبياخدوا فترة راحة من المذاكرة طول الثلاث شهور اللي فاتوا علشان يبدأوا التركيز مرة تانية ويرجعوا أقوى في بداية الفصل الدراسي الثاني لكن فيه طلبة ما نقدرش ننساهم السنة عندهم ممتدة طلبة دول هما الشهادة السنوية ما عندهمش امتحانات ترم إيه اللي ممكن يعملوه عشان يستفيدوا من الفترة دي في نفس الوقت يفصلوا من غير ما يحسوا أنه فيه وقت كبير عدى من غير ما يذكروا فيه لأنه طبعا كلنا عارفين السنوية دي شهادة والبيوت بتبقى من الكهرباء فيها سؤال مهم جدا بسانت هل الفترة دي إزاي طالب السنوية العامة يستفيد منها جدا عشان يفضل في حالة التيقض وحالة الاستمرار في التعلم من اليوم الأول في السنوية العامة حتى امتحانات نهاية الترم أو امتحانات السنوية العامة سؤال أكيد بنسأله في بيوتنا كتير جدا إزاي نستفيد من أجازة نص السنة عشان ببساطة كده أو بالبلدي الطالب ما يريحش في الأجازة دي خلونا نعرف شوية معلومات بعين علم النفس التربوي مع أستاذنا اللي منورنا فيه الستوديو ستوديو صباح الخير يا مصر دكتور تامر شوقي الخبير التربوي التعليمي بجامعة عين شمس وأستاذ علم النفس التربوي صباح الخير على حضرتك صباح الخير أزو محمد صباح الخير أزو بسانة صباح الخير على كل سنة ومشاهدين أهلا بكم مهمة المذاكرة الأهمة كمان نذاكر إزاي ونظبط أوقاتنا إزاي وقت أجازة نص السنة وقت راحة كل اللي حواليا واخدين أجازة لكن طالب السنوية العامة أكيد ليه طريقة مختلفة في التعامل مع أجازة نص السنة طيب في البداية سنوية العامة دي سنة استثنائية زي ما احنا كلنا عارفين سنة تمثل عنق وزجاجة في التعليم المصري وبتحدد المسابة للطالب وسبب من أسباب الضغوط النفسية على الطالب إنه هو عنده امتحان واحد طول السنة بيتحدد عليه المسابة لكله طيب أجازة نص سنة بالنسبة لطالب السنوية العامة تختلف تماما عن أجازة نص سنة بالنسبة لأي فئة تانية من الطلاب يعني أنت عندك من أول إن شاء الله ومن ثابت الجاي جميع الفرق الدراسية في جامعات المصرية وفي المدارس المصرية أجازة عاد طالب سنوية العامة طيب طالب سنوية العامة بيختلف عن طلاب الآخرين في جزء حاجة أول حاجة فالم إنه قليل من طلاب سنوية العامة لهم منتظمين في المدرسة لهم بيروح المدرسة يكاد أغلب الطلاب ما بيروحوش طيب حتى الطلاب اللي بيروحوا مش مش مستنيني الأجازة يتيجي مثلا لمسابة الجاي لا أفنه في بعض المدارس فيها زي ما انت عارف امتحانات السوف في النقل ودي بدأ يبقى لأسبوعين فبالتالي الطالب كده كما يروحش المدارس بقى لأسبوعين لو هو فرض انه بيروح تالت حاجة زي ما حضرتك قلتو كده ان الطلاب في كل فرق دراسية بيمتحنوا ويخلاصوا في مواد الترم الأول ويبدأوا مواد جديدة في الترم الثاني عدى طالب السنوية العامة طالب السنوية العامة اول حاجة زي ما حضرتك قلت فيه تلت جوانب علشان يتعامل مع طالب السنوية العامة اثناء الاجهزة واثناء العام كله اول حاجة فندم جانب نفسي هتكلم عنه تاني جانب تعليم المتصب بكافية المزاكرة زي ما حركتها فضلت وقلت من شوية تالت جانب فندم اللي هو ضربة الاسرة في دعم الطالب نفسيا اثناء المزاكرة طيب لو كلمنا اول حاجة عن الجانب النفسي اول حاجة لازم طالب السنوية العامة يتفائل ما يستسلمش ليه الطاقة السلبية اللي بيقصوها لحواليه الاخرين لازم هنا يبقى يتفائل واعتبروا السنة دي سنة عادية واكاد اجزم ان السنة دي اسهل من ولا سنون ولا سنون اصعب من تالت سنون وليا فندم ولا سنون تشمل كل المواد العلمية والادبية طب تالت سنون ايه اما ادبي اما علوم اما المريولو تاني حاجة فندم لازم دايما يتمسك بالامل احنا هنا شهر واحد طالب نقولش لا السنة عدت علي لا الكلام ده غلط يا ابني انا بقولك يا حبيبي يا طالب السنة عامة انت لسه افضل لك ستة شهور قد اللي فات وانا بقول لحرطك لو انت برعت ومزاكرة من النهاردة تأكد تماما ان انت هتجيب المجموعة اللي انت عايزة ان شاء الله السنة دي تمام تالت حاجة الطالب لازم يبعد عن زميله اللي هم كانوا بيبصوا فيه طاقة سلبية اسناء التنم الاول يعمل مراجع مع النفس فيه اطفال او اصب فيه طلاب كسالة فيه طلاب غير ناشطين فيه طلاب يصدروا الطاقة سلبية احنا ما بنذكرش تعالى نخرج ونلعبوا كلام ده كله يبعد عنه ويمشي مع الطلاب المتفوقين كلام ده هل ليه اساس علمي نعم فيه نظرية عندنا في علم الناس اسمها العدوى النفسية يعني العدوى النفسية لو انا صاحب تطالب الشياطر حقلده لو انا صاحب طالب يعني مش شياطر وطالب بيكسل حكسل زيه فبالتالي لازم قابل عنها هذا الطالب الطالب ما يحطش في دماغه النتيجة ولا الامتحانات يذاكر كل مهمتك دلوقتي اللي انت تذاكر وتحصل كويس طيب هل ده مرتبط بالنتيجة نعم ليه المذاكرة دي يا فندم هي اللي حتخليه يجيب درجة عالية فبالتالي لو انا فكرت في الدرجات وما ذكرتش مش هجيب حاجة يبقى انا كل الدور ما نقب بيه حاليا المذاكرة ويهي الاجتهاد ايه تاني اللي انا دايما نفكر ان فيه الاف الطلاب زي كل سنة كانوا معارضين نفس ضغوط النفسية اللي انا بتعرض بها حاليا ودلوقتي ما شاء الله في الجامعات ويهي مفسوتين ويهي عايشين حياتهم كمان لازم يقول لنفسه ان السنة دي سنة واحدة في العمر هتعد ان شاء الله بحلوة وبمرأة وحتبها ذكرى وحقوش الجامعة وارتقي ان شاء الله يبقى ده الجانب النفس اللي انا متكلم عنه فندم بالنسبة ليه اعداد الطالب طيب الطالب النهاردة حريك قلت انه لو انت ابتدت مذاكرة من النهاردة انت هتقدر انك تجيب المجموع اللي انت عايزه شوال ولسه قدامك ست شهور تانين ازاي الطالب يقدر يحدد الانجاز اللي قام بيه في الفترة اللي فاتت او النص الاول من من العام يعني واهمية ده ايه عليه نفسيا يعني اهمية ايه ان انا عود اقول انا انا انجزت كذا ولسه فاضلي كذا جميل جدا فندم هنا فترة الاجازة دي تطور فترة ايه واقفة وابص ورايا ان عملتين واخد فيدباك وانطالك منها الى الامام ودي ات الميزة بتاعت الاجازة لو احنا فرضى ان احنا سمينها اجازة طب قبل ما اتكلم عايز برضا قناب ابني طالب السماء العامة اللي انت يا حبيبي ما تعتقدش ان الاجازة دي حتنام في بيت كل اسبوعين انت اصلا في اجازة مش عايز اقولك طول السنة انت كل اللي بتتعبه او بتعمله اللي انت بتتعبه من سنتر لسنتر تمام طيب هنا طالب السماء العامة يا فندم لازم يبص كده يشوف يقوم نفسه اكتر واحد يقدر يحدد نفسه وعمله هو طالب السماء العامة يعمل نظر بانورهمية انه هو شوف المواد اللي هو تقدم فيها بشكل جيد والمواد اللي ياتي لهم هتقدم بها بشكل جيد المواد اللي فيه كسور لازم يعوض هذي ايه اوجه الكسور طيب انا بقول لطالب السماء العامة يبني طبعا كله مقدم السنة وعرفينه موافين لغاية فين فيه طالب متقدم وفيه طالب متأخر لازم تحط فيها تبارك اللي انت بعد الاجهزة مثلا داخل امتحانات نص سنة في كل المواد اللي انت خلتها في الترميلة او في نص المقاررات والذاكر على هذا الاساس ما تجيش من الاخطاء اللي بقع فيها طالب السماء العامة فندم ايه هي ان هو يجي على المواد اللي يحبها يذاكره طول الوقت ويسيب بعض المواد وانا عارف ناس كده طيب بازاي بتوعي المعلوم وعلم الرياضات لاي الطالب السايب بمواد اللغات طيب انا بقول للطالب لو انت عايز تنجي حتى تفوق لازم طالب يساوي نعمل ذاك كل المواد على قدم المساوية يعني الطالب هنا ايه يمكن يجيب او يركز على مادة معينة يجيب فيها خمسين من الخمسين مفيش مشكلة مادة ثانية سبع يجيبها خمسة وعشين حطنا اقصوا يبقى كنه ما عملش حاجة الطالب يواجه هنا صعوبات في معدل المواد لازم هنا الطالب يحدد بينه وبين نفسه ايه هي المواد الصعبة ديت ومش هو المواد الدروس صعبة يحددها مع نفسه وما يسكوتش عليها لازم يبقى مش عايزه رخم فيها بمعنى ايه رخم ان هو يسأل المدرس بتاعه المدرس ما تدلوش معلومة كويسة مفيش مشكلة يمكن يسأل مينة زميله يمكن الطالب عشان من نفس سن زميله ونفس عقليته ويوصلهم معلومة بشكل افضل من المدرس تمام لازم الطالب يا فندم يعمل حاجة كويسة جدا ان هو بقى هنا يتوقف يشوف المدرسين انا كنت شغال معهم احنا مشكلتنا هنا اللي احنا بننصاق ورا السوشيال ميديا وورا الدعاية بغض النظر عن المعلم ده كف ولا جير كف المعلم ده يفعل كفاءة اللي بيقدمه او المنتج التعليم اللي بيقدمه ايه ده مهم جدا ده الضبط يا فندم انا خبرات شخصية شفت بعض المعلمين كفاءتهم محدودة بيعلموا الطلاب والله مشهولين جدا وبيعلموا الطلاب معلومات بتاكد تكون خاطئة فهنا الطالب يا ابني شوف انت استفدت من المعلم متاعك ده ولا لا لو انت حسيت انت ما استفدتش الى الان لو سمحت توقف ما بعض الاهالي بتسمع مثلا من زمالهم الشطار انه المدرس ده كويس ده مشهور ده فيه 60 الف واحد بيحضروا له الكلام ده فبيبقوا هما بيضغطوا على الاولاد اصلا بيحسسوا من هما اللي فيهم مشكلة طب بتجي نقطة دي من ايه يا فندم ان الاب والام نفسهم مش متخلصين في المادة فمش عارفين كان المعلم بيدي معلومة صح ولا غلط حولوا حرك حاجة لا ومش كل الناس بتستقبل المعلومة بنفس الطريقة نظاف جميل جدا جميل جدا حولوا حرك حاجة لو المعلم ده تكف حتلاقي كل الطلاب بتقفلوا بمادة لكن اللي بيحصل طب انا كطالب حاس ان انا مش قادة تسوعب منه انا استمرم عليه لازم انا تكون عندي حاجة اسمها يغزة عقلية واسيب المعلم ده اول محس ان انا بتسوعبش منه واروح للمعلم تاني قاد يكون اقل شهرة طب عايز ارجع مرة تانية الاجازة اجازة اسمها كده اجازة نصف العام الاجازة السواء بقى انا طالب سانوية عامة فمعنديش اجازة لكن مفهوم الاجازة انه يبقى فيه فترة كده للراحة شوية لممارسة الانشطة المختلفة الرياضية كل طالب ليه نشاط معين بيحب يمارسه ازاي اشتغل هنا كطالب سانوية عامة اننا لازم اقعد في الفترة دي ازا محرك بتقول استذكر المواد اللي انا عندي فيها مشاكل او قصور ان انا بعمل خطة كده لمذاكرية الغاية امتحان اخر السنة وكمان في نفس الوقت محرمش نفسي من فكرة الاجازة اللي ده اكيد ليه تأثير نفسي وحضرتك استاذ في علم النفس التربوي وعلى شخصية الطالب انه يعرف يحصل اكتر انه يعيش برضو جزء من الاجازة طب هقول لحضرك حاجة في مارش الكورة ينفع على عيبين زي مارش مصر مبارح يلعبوا تسعين دي متواصلين لا طب طيب فيه حاجة في علم النفس اسمها فترات الراحة دي ضرورة علمية ونفسية وطربوية فترة الراحة دي لو الانسان ما خدهاش حيفصل طبعا حررك لعب الكورة لو عادي يلعب تسعين دي مش حيادر وحتلاقيه في شهر تاني فاقوله نام مش حيادر يفزل اي طاقة نفس الكلام بالنسبة ليه التعليم بس هنا فترة الراحة زي ما قلت في البداية طالب سنوان العامة تختلف عن اي طالب تاني باعتباره هو اصلا ما بروحش المدرسة مع اعترافنا انه هو فيه ضغط نفسي وعصبي وجسدي من كل لحوالي جامل جدا بزرطة فان طول السنة وبيتعب ويروح هنا وهنا 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 طيب طالب سنوان العامة كده كده لازم يفصل في الاجازة ابسط الاشياء ان المعلمين فيه كثير جدا من المعلمين بيقفات الاجازة ما بيطلوش دروس يقولوا الطلاب ما فيش حص الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي ودي حاجة محمودة طيب هنا الطالب هنا لازم يسغل الكلام ده انت انت ركيب على نفسك بيه معنى ايه ركيب على نفسك شايف نفسك قديت جهد طيب في الترمي الاول يبقى طيب فرح ما فيش مشكلة يبقى نسافر على فكرة يومين ثلاثة ما يبصش فيهم بالكتاب طالب تاني كان مؤثر طالب يلعب طول السنة طب هو يحتاج الاجازة في ايه محتاج بقى يقعد يساكر محتاج بقى ان هو ايه يقعد يساكر يعوض اللي فاته طيب خلي بالك فينا عامل احنا مش عايزين ننساء لو هو عامل للأسرة في بعض الأسرة أصلا بتخطط ان هي تسافر في الأجازة هنا الطالب له مناصل ان هو حيسافر معهم تمام بس انت قبل ما تسافر تحط في الماغك اللي انت هتفزي الجهد قبل لأيام السفر اللي انت هتعوض شوية وبعد ما ترجع تكمل الشغل بتاعك لازم فترة الأجازة يحصل فيها بعض الراحة النفسية والجسدية للطالب ويعمل فصل عن المذاكرة بالضبط يعني مهم ان هو يفصل تماما ما يعودش يفكر في المذاكرة حتى لو انت كنت حس انك مأثر قبلها بالضبط افصل عشان ترجع اقدر ان انت تكمل من غير ما تعد دماغك شغالة في الأجازة انا قصرت في المادة دي او نسا ناقص لي حاجات انا بتكلم صح ولا لا لا جميل جدا صحيح يعني يفصل نفسه تماما حتى لو هو مأثر بازل جهد جبار لازم يفصل ايه فاطة الفصل عشان يساعد فيها نشاطه وحيوته الجسمية والنفسية والعصبية ويادر يصعب من جديد تمام لكن طول ما انا مضغوط 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 حاجة على شهر اثنين ثلاثة حقع تمام طيب لازم افضل عفريت السنوية العامة عمتا يعني احنا كلنا يعني لما كنا طلبة والأهالي والعيلة كلها بتبقى اللي هو ايه انت شهادة انت السنوية عامة انت مستقبلك بي يعني مستقبلك هيتحدد من درجاتك هل الضغط النفسي ده ممكن يسبب أثر سلبي عند الطالب فيخليه متوتر طول الوقت فمش عارف يذاكر او يحفظ المادة بتاعته او يفهمها بشكل مضبوط جميل اكيد طبعا ديت يعني لوب مش كده سوى العامة اللي هو ضغط بأسرة تمام كل الأعيب يركز عليه احنا عندنا في الثقافة المصرية حاجة غريبة جدا في كل فئة تلاقي في ضغط تلاقي طالب الجامع او طالبات الجامع قبل ما تخرجي تخرج قبل ما تتجاوزي تتجاوزي قبل ما تخليفي ايه لا يا خيرو مش هنيخلص طالب السنوية العامة مشكلته بقى الدرجات لازم تنجح عشان كده فاندي ما نقولت في بداية لازم يبقى فيه حاجة اسمها الدعم النفسي من الأسرة للإبن معروفه دراسات علم النفس التربوي ان القلق لدى الطالب ليس موروثا لكن مكتسب بمعنى ان الواحد ما بطلعش الآن بطبيعته لكن المحيط اللي حاولين بالزبط هفنه القلق ده بيكتسبه من الأسرة وبذات من مين الأب والأم تمام طب القلق ده بيؤدي بالطالب لي في حاجة اتفاعم السواب لرجات مبارغة فيه الى نقص التركيز تشتبت الانتباه عدم الثقة بالنفس وده كله بيقصر بشكل سلبي على أداءه فيه امتحانات آخر السنة وبيخليه جيب مجموع قال مما يتوقع خلي بقى لحضورتك أنا يمكن يكون عندي طالبين نفس القدرات العقلية ونفس القدرة على المذاكرة والتحصيل وطالب يتفوق وطالب لا ليه عشان يجال بالنفس يجال بالضغط النفسية فبالتالي احنا بنقول للأسرة المصرية انت عليك دور في التخفيف من قلق الطالب طب ايه الدور ده يا فندم من خلال بعض الحاجات احاول الحالية دلوقتي اول حاجة لازم يبقى البيت هادي تمام احنا عايزي بقى نسمع من حركة كده بقى ايه رشدة نفسية تربوية ازاي اخفف القلق عن طالب سنة العمى تمام اول حاجة لازم البيت يبقى هادي باش فيه مشاكل المشاكل بين الاب والام او الابناء او الابناء او الابناء قدام طالب سنة العمى بتأثر فيه ودورتك فيه حاجة فعي من نفسها حاجة يسمعها بقرة القلق يعني بقرة القلق لما الواحد يكون قلقان من موضوع معين تمام بتعمل فيه بقرة نفسية لو فيه اي موضوع تاني فيه مشكلة او ضغطة او سري تاني حتى بين الاب والام القلق البقى دي تكبر فبالتاني بتعمل تشويش معرفة على عقلية الطالب يبقى هنا الهدوء تاني حاجة يبص فيه الطاقة الايجابية طول الوقت شد حيلك انت جدع خلي بالك كمان يا فاندب انهم ما يتكلمش بشكل سلبي عن المكررات ولا الانتحانات ما حدش يقوله المكرر ده صعب جدا وما عافش ايه والانتحان ده بيبدا صعب بلاش الكلام يعمل مين ولا من مين يعني فمش بالظبط يا فاندب لازم وصله للطالب اللي انت كل دورك يا ابني اللي انت ازاكر ما تفكرش في الانتحانات مش عايزين منك مجموعة بس ازاكر اعمل الله عليك وفي ناس دي قدراتها وفي ناس يعني بتعمل اللي عليها فعلا بس هو يعني ومش وحش احنا النهاردة عندنا كم من المدارس والجماعات والمعاهد الفنية اللي احنا بالعكس بنقول للناس يا ريت تروحوها يعني احنا بنقول مش يزم البلد كلها تبقى دا كترة ومهندسين بيزم كمان المجموعة بس انت الخيالية نفش يزم مية في المية يعني هي برضو ضد العقل وضد المنطق اصلا في النظرات التقويم التربوي اي متحان يبقى مجموعة 100% يبقى متحان فاشل صح طبعا معروف في دراسات النفسية والتقويمية ان اي متحان النسبة المتفاقين فيه 2% فقط ونسبة ضعاف جدا 2% والغالبية المتواصلة وفور المتواصلة ولا يرتبط النجاح في الحياة بالمجموعة في السماء العامة اطلاقا في ناس ياما ناس جابوا مجموعة عالية وفي حياتهم متواضعة الناس جابوا مجموعة عالية واقلهم العالية وفي حياتهم نجحين طب نرجع تاني دوره للأسرة فهم لازم الأسرة توصل لابنها ان احنا بنتقبلك انت مقبول بالنسبة لنا وتقبلنا لك مش مشهود باللي انت تسقط مثلا وتنجح في الامتحان لازم الأسرة توصل للطالب دايما ان هو غير مهدد يشعر بالأمن والأمان تبعد عن التهديد وتستخدم التحفيز بمعنى يا فن زاكر وانا هعمل لك كذا وهجيب لك كذا شايف الفرق كمان ابعد عن استخدام الألفاظ النفسية المؤذية للطالب ونفسيته بمعنى ما جيش اقول للطالب معلش انت مزاجتش عشان انت متخلف كلمة دي خطيرة جدا انا معلش مش عشان اخلي ابني انجح حقليا في السماع العامة اضمر نفسيته طول العام ومعليش في الحالة دي برضو فكرة المقارنة يا فن المقارنة بتضمر جدا جدا دي بتضمر نفسية الطالب فكرة المقارنة مرفوضة تمام انا كل واحد لي قدرات عقلية ربنا خلقوا بيها تمام لو انا دايما بقارن بين ابني وبين ابن جاري وابن جاري اعلى من مساء ابني بعليه محايا اسمها العجز المتعلم يعني يا فندم العجز المتعلم اللي انا مهما بزلت من جهد مش حاجة اجيب ايضا يبدأ طول عمره مش راضي عن نفسه وباصص لغيره يعني انا فلان احسن مني فلان جاب حاجة وانا لأ فلان مش عارف عمل ايه هو احنا للأسف الاهالي هي اللي بتزرع فحيلا القيم سواء كويسة او ايجابية او سلبية بزلت الثقة بالنفس يا فندم بتزرع في الاسرة وخلي بالك من اول اول سنوات في حيات الشخص بمعنى لو انا عايز ابني يطلع واسك من نفسه احترمه وصغير ما قرنوش باي حد منه وصغير فما بنا وهو كبير في السنوية العامة لازم يا فندم برد ما تحكمش ولا اصخر منه قدام قريبه وما في البيت ما يجيش مثلا قريبه وعمه وخاله وكامدة شايف الوقت ده ما بيذكرش اتنمه كامدة خاطئة ده كلمة دي بيشوفها في بيوتنا كتير او للأسف الناس بيستخفوا بيها وعايزها في تنتباه النقطة مهمة جدا ضغوط النفسية دي يمكن الاب والام يضغطوا على عيق طالبين وطالب معين يتدمر وطالب تاني ما يتدماش طب ايه بقى التفسير نفسي بكاملة يا فندم هنا الكدرة العقلية بتخش بمعنى لو انا ابني مستوى العقلي مرتفع وضغطت عليه بسبب تكاثله حيدي نتيجة كويسة حيدي نتيجة كويسة وحيحصل بشكل جيد طب لو ابني كدرات العقلية ضعيفة مهما زيك يا فندم مش حيضر يحصل لا مالش عايزة فامل نقطة زي حدك قصدك ان انا ممكن يعني الاهالي مثلا تعنف بعض الاطفال بطريق طفلين واحد يستقبل والتاني لا بزرق تفندم بس ما اللي هيستقبل ده هينجح بس هيفشل في حاجات تانية لا هقولك حاجة ما الضغط انا مش عايزة يقول الضغط متطرف يا فندم لا الضغط معناه إلا أنا اعنفه زي ما حررتك بتقولي بقدر محدود او قدر معتدل التطرف مرفوض لا يا دكتور مرفوض التعنيف تماما مرفوض التعنيف لا يا فندم لازم احس ابني بتقصية كلام ممكن بالكلام يا فندم مش عالف بدني حتى لأ أنا قصدي التعنيف حتى يعني بيسموه ايه انت ما بتذكرش انت كده هتبقى فاشل الكلام ده يعني برضو بيأثر نفسيا لا يا فندم ما بقولش كده خالص بقول مثلا انت مؤثر هنا خلي بالك وانا زعلن منك هو ده اللي أصله لازم هنا اضغط على ابني اخلي بالك طبيعة بشرية بالذات في العاصر اللي احنا عايشين فيه ما ينفعش امشي مع ابني كده بالروح لازم هنا ده بعيدا عن عنف الجسد ده مرفوض تماما لكن لازم احسسه بالتأصير لو انا حسست ابني بالتأصير وكراته عقلية عالية تمام وحرامته من حاجة بيحبها حيدي نتيجة جيدة طيب لو انا ابني اوصم كراته عقلية على قدها وانا عنفته وانا مثلا كأب وامه خاصبناه مش حيجيب اي نتيجة بلا عكس مساواحي نفع من كده برضو فكرة انه برضو الاهالي كتير بيوقفوا في الحتة دي يعني انا ازاي او المساحة اللي انا ممكن احفز بيها ابني وفي نفس الوقت برضو من انفعش على طول اقدم له حوافز بس يعني فكرة الترهيب والترهيب يعني اعملها ازاي طيب بأي شكل من خير مأزي مشاعره ولا يعني اخليه يحس انه هو لا يعني تحت ضغط كبير طيب بصي شابتك الطالب سواء العمي بيبع عنده كم سنة 16 17 سنة طيب يا معنى كده ان الاب والام ليهم تاريخ في التعامل معه وفاهمين شخصيته كويس جدا فبالتالي فيه دوق فاهمي انا شخصيت ابني وايه الحاجات بيحبها وايه الحاجات بيضايقها اسخدم هذه الاشياء في ان انا اخليه احفزه او اعقبه مثلا انا عارف ان ابني بيحب الموبايل ويحب يخش على حاجات معانا في النت احرمه منها تمام اعارف النت لو هو افسر يحب مثلا خروج مع صحابه اديره يعني اسعده ان هو يعمل ده طالما انا شايف ان هو بيعمل دكتور يعني الموضة ده مهم جدا وانحنا وصلتين حضرية كنت معانا النهاردة دكتور تامر شوقي الخبير الترباوي التعليمي بجامعة عين شمس كل شكرا لك لأوجودك معانا